السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل مع بعض النهاردة الكريم كراميل بجد هنعمله بطريقة جميلة جدا وشكله طحفة زي ما انتوا شايفين بصوا القوام بتاعه كريمي وناعم وعمل ازاي بجد بجد خطير جدا وبطريقة جميلة جدا وبصراحة طعمه طحفة يعني بجد بجد وانتوا بتعملوه هتلاحظوا انتوا لو عملتوا بالطريقة دي طبعا هي طريقة سهلة وكلنا بنعملها بس فيه شوية حاجات بسيطة كده بتبين لكم قد ايه بيطلع رائع بالطريقة دي طبعا لو سيكيت هكمل الطبق كله لكن انا لازم ادخل على الفيديو عشان اقول لكم احنا عملنا الكريم كراميل ده ازاي وازاي طالع طعمه طحفة جدا وشكله اكتر من رائع اول حاجة يا جماعة معانا دلوقتي كباية من السكر اي كباية اي مقدار على قد الكاسات اللي احنا هنحط فيها الكراميل ومعايا خمس بضات هنا ومعايا طبعا ورقتين من الفانيليا كمان معايا بقى كيلو لبن المقدار ده اللي هو الخمس بضات دول علشان كيلو لبن في حاجة مهمة جدا اهم حاجة في القصة دي كلها هي معايا ازازة الخل علشان طبعا هناخد معلقة صغيرة من الخل على البيض علشان نشيل منه اي زفارة عشان الكريم كراميل اللي لازم يبقى حالو كده هنحط الكباية السكر بتاعتنا في الطاصة الصغيرة هنولى عليها النهار زي ما شايفين هنضيف بس على السكر معلقتين من المية علشان السكر يتحرك معاهم كده وحاجة مهمة جدا يا جماعة ما تقلبوش بالمعلقة لازم عشان تحركوا السكر تحركوا الطاصة نفسها بأيديكم شوية علشان خاطر السكر ما يبقاش فيه كده تكتلات او اي حاجة احنا عايزينه يسيح كده براحته احنا بالزبط بالزبط كل دقيقة كده هنهز الطاصة او الحاجة اللي احنا حطين فيها السكر هنهزها شوية كده بحيث ان احنا نخلي السكر يتحرك فيها وطبعا في المرحلة دي اوعى تسيبوا الطاصة وتمشوا بعيد لازم تدنوك وقفين قدامها لان انتو عارفين السكر هيسيح بسرعة وهيدي اللون بسرعة فمهم جدا وقفتك قدامه علشان تزبطي اللون اللي انت عايزها للكراميل خلي بالك فيه مراحل ودرجات للون فيه لون بيبقى دهبي وفيه لون بيغمق كده وفيه لون بتحس ان هو اتحرق فانا عايزة اوصل معاك للون الدهبي الجميل اللي انتو شايفينه في اول الفيديو فطبعا ده نكوافة قدامه ولاحظ اللون دلوقتي اللون بتاعي بقى دهبي اهو بس انا مستنية اخد لون سنة بسيطة اغمق علشان ما يبقاش فاتح قوي بس بجد بجد مهم قوي منسبهوش لانه هيتحرق كده تقريبا خلاص داخل على اللون اللي انا عايزاه خلاص انا كده هطفي بقى النار علشان اروح اصب الكراميل نصبها كده زي ما انتو شايفين صبينا الكراميل في البولات وهو لسه سيح اهو بس ما فيش مشكلة انا بقى بحطه وبسيبه بالزبط بالزبط المدة عشر دقيق علشان يجمده وبيجمد بصورة سريعة جدا انتو عارفين السكر هيجمد بسرعة جدا وبعدين نبدأ نجهز بقى مع بعض اللبن بتاعنا علشان شوف هنعمل ايه دلوقتي حطين كيلو اللبن بتاعنا على النار هنسيب اللبن كده يسخن انا عايزة يسخن ما يسخنش لدرجة الغليان لكن يسخن شوية وهنبدأ بقى نجهز البيت بتاعنا هنكسر بقى البيت كده ونجهزه في بولة لازم على فكرة نحرك البيت الاول قبل ما نضيفه للبن اول حاجة هنشوف هنعمل ايه مع البيت علشان لما حط البيت في الكريم كراميل يبقى طعمه حلو جدا ومش ظاهر خالص ان انا حطى اي بيت بعد ما كسرت البيت كده هنبدأ بقى نشوف فاضل بس البيت دي هنكسرها ونشوف هنحط ايه على البيت علشان نخلي البيت طعمه مش ظاهر ابدا اول حاجة الفانيليا انا جابه ورقتين مش ورقة واحدة علشان احط كمية اكبر من الفانيليا علشان طبعا نشيل اي ريحة في البيت الحاجة التانية ان انا اهم نقطة معايا في الموضوع ده هي معلقة صغيرة من الخل ما تكتروش اكتر من معلقة صغيرة هنضيف معلقة الخل عشان نتطمن ان البيت بتاعي ما يظهرش خالص ليه اي ريحة وبعدين بعد كده هنبدأ بقى نقلب البيت بتاعنا علشان ما نحطوش سليم في اللبن لو حطينا البيت سليم في اللبن مش هنقدر نوصل ان احنا نفككه طبعا السفار هيجري في كل حتة ومش هنقدر خالص ان احنا نفككه جوه اللتر بتاع اللبن دلوقتي انا كده عملته بالفانيليا وبالخل لو انتوا عندوكوا على فكرة فانيليا سيلة هتحطوا معلقة شيء صغيرة من الفانيليا السيلة وهي افضل على فكرة كده خلاص انا عملت البيت بتاعي كده فككته من بعضه هنبدأ نجيب اللبن بقى ونضيف الخليط ده على اللبن علشان نبدأ نعمل الكراميل بتاعنا طبعا اللبن سخن زي ما انتوا شايفين وهنبدأ ننزل بالبيت بالراحة كده سرسوب كده بالراحة وبأيدينا اليمين هنقلب علشان طبعا البيت ما يستويش في اللبن السخن هنقلب كويس جدا جدا لغاية ما نكمل كل المقدار اللي معنا بعد ما خلصنا كده كمية البيت ونزلناها طبعا لاحظوا ان احنا محطناش سكر خالص على اللبن هنجيب دلوقتي طبعا السكر ضروري جدا نضيف سكر على اللبن علشان الكريم بتاعنا ياخد الطعم اللي احنا عايزينه وكمية السكر على فكرة على حسب الرغبة يعني لو بتحبوه مسكر قوي حطوا كباية لو بتحبوه يا دوب معقول قوي يبقى كباية اللي ربع من السكر بمقدار الكباية العادية الصغيرة اللي بنشوف فيها الشي كده ضيفنا السكر للكريم وبعدين بدأنا نقلب هنقلب علشان ندوب السكر كويس فيه وكمان يتجانس كل الخليط بتاعنا البيت مع اللبن مع السكر وبعد كده هنبدأ نصفي الخليط بتاعنا لان زي ما انتو شايفين على الوش بتاعه فيه تجمعات كده من البيت هنبدأ بقى نصفي الخليط كويس قوي علشان يبقى معانا كريمي وناعم زي ما انتو شفتوه كده في اول الفيديو كده بيتصفى معانا طبعا انا حطى مصفى سلك صغيرة على الشفشة ده زي ما انتو شايفين هنبدأ ان يصفي معانا الخليط كله لغاية ما يبقى في الاخر ما فيش اي حاجة وهنلاحظ ان فيه في المصفى دي شوية كده بعض من القطع وبعض من الرغاوي كده بتاعة البيت هنشيلها بقى خالص عشان نستخدم القوامل الحلو النعم اللي احنا عملناه بس كده هنجيب بقى البولات بتاعتنا اللي هي حطين فيها الكراميل زمانه دلوقتي طبعا جمت خالص وقدر اصبه في الخليط هنبدأ كده بولة بولة نحط فيها كمية اللبن اللي احنا جاهزناه المعمول بالبيض والفانيليا والخل هنملك كسات يا جماعة املو الكسات لاخيرها او البولات لاخيرها لان الكريم كراميل في الفرن بيهبط يعني ما تحطوش نص مسلا تقوله هيزيد لا املولي الاخر هو كده كده بيهبط مش بيزيد بعد ما نصب بقى اللبن كده على الكراميل ونكمل كل الكسات بتاعتنا هنبدأ نشوف هنعمل ايه فيه طبعا واحنا بنصب بناخد بالنا زي ما قولنا ان احنا نعليه للاخر ما نخليهوش متوسط وبعدين لو الكمية ما كفتش كل السلاطين مش مشكلة بس المهم السلاطين اللي انا عملها تبقى مليانة ده على فكرة كيلو واحد من اللبن وخمس بضات هيعمل لي بالزبط بالزبط ست بولات من اللي انتوا شايفينها دي مقاس متوسط مش صغير قوي ومش كبير قوي خلاص كده فاضل عندي بولة واحدة انا هملاها علشان نشوف احنا هنزاي هنسوي الكريم كراميل بتاعنا فيه ناس كتير على فكرة بتحط الكريم كراميل على البوتاجاز من فوق وبتزبط له طبعا النار وبتغطيه بالستريتش عشان ما ينزلش عليه اي بخر وبتغطيه لكن انا هنا بقى جبت صانية كده وحطت فيها مياه مغلية زي ما انتوا شايفين ورصيت البولات بتاعتي فيها هدخلها على فورن حرارته 180 درجة هتقعد حوالي يعني مش هتزيد عن ربع ساعة بس يكون طبعا سخن من الاول انا دلوقتي انا مسخنة فعلا الفورن وحتى الصانية هم جهزاها وهنبدأ بقى نروحها الفورن نحط الكسات وبعدين بعد ما طلعت زي ما انتوا شايفين والشاعة حمروا خدوا بالكوا ما تقعدوش فترة طويلة غايبين عنها لازم تبقوا مرقبينها عشان تاخد اللون الجميل والتحمير الجميل اوي ده طبعا انا مفتحتش عليها الشوية والله ولا اي حاجة هي اصلا واخد اللون ده طبيعي من الفورن هنبدأ بقى حطناها في التلاجة تبرد وهنبدأ دلوقتي نشوف الكريم كراميل بتاعنا عامل ازاي انا بجيب دلوقتي سكينة رفيعة وبحاول كده ادخل بالسكينة ما بين الكريم كراميل وما بين الجدار بتاع البولة علشان افككه بس منها وبعدين على طبق مسلطح كده وافضي الكريم كراميل بتاعي بصوا شكل الكريم عامل ازاي وشكل الكراميل عامل ازاي هو اللون ده اللي انا حباه لو غمقته شوية اكتر من كده هيطلع معاكو شكله محروق كده على وش الكريم كراميل وممكن ما يعجبكوش لكن بصراحة بصراحة طعمه فوق الرائع وعايز اقولكو كمان ان الكراميل لو ده كان عن كده هتحس ان هو بقى مر انا عايزة اعمل حاجة حلوة مش عايزة اعمل حاجة يبقى لي عليها اي تعليق انا اتغلبت على زفارة البيض وتغلبت على اللون بتاع الكراميل يبقى انا كده عملت كريم كراميل رائع كمان صفيته علشان يبقى مزبوط معايا وناعم وكريمي وجميل زي ما انتو شايفين طبعا هفرغ كده الطباقة كلها من الجناب زي ما انتو شفته وهبدأ اقلبها على اطباق كده مسطحة عشان طبعا التقديم دي طبعا يا جماعة مرحلة بعد ما حطناها في التلاجة علشان يجمد شوية طبعا زي ما انتو شايفين الكراميل فيه سايح زي ما انتو شايفين ده حاجة جميلة جدا لكن لو انتو عايزونه يجمد اكتر من كده سبوه فترة اطول في التلاجة انا طبعا سبته فترة مش كبيرة في التلاجة فكان القوان بتاعه كده ولو الكريم بتاع الكراميل اللي لازق في البولات ممكن تحطه على فكرة البولات على مية دافية بسيطة لمدة لحظة وتبدأوا تقلبوه طبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكو اتمنى طبعا تتجربوا الكريم كراميل بتريقتي ما تنسونيش طبعا في اللايك وتابعا تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان دايما ان شاء الله اقدم لكم كل جديد